كنت عايزة أعرف بس يعني بما أن احنا أثرنا الموضوع وهو شيء مؤلق أكيد لكل السيدات تتفرج علينا وعايزة أعرف إيه لممكن الأعراض اللي الواحد يحس بيها علشان يروح يعمل تشاك ويقول أنا عايز أبص على علق روحي مؤطم من أنه ما فيش أي حاجة أول حاجة نتكلم عنها في الأعراض الفئة العمرية أكتر الفئات العمرية طبعا هو ممكن نيجي في أي فئة عمرية لكن الأكثر شيوعا من سن الثلاثين لسن الخمسة أو أربعين السن ده هو السن اللي بنسميه في الشقة الأوسط الناشط جنسيا لأن الفيروس بينتقل عن طريق العدوى التنسلية فبيجي عند حدوث العدوى الجنسية لأنه فيروس بيجي عن طريق الانتقال الجنسي فقط النقطة الثانية أن الفيروس بتاع الـ HPV وجوده في الأول قد لا يسبب أي أعراض يعني أنا لقد الله حد جايله الفيروس ممكن يعد له في طرط ممكن شهور ما يبقاش عنده أي أعراض ولكن إمتى نبتدي نقلق أو بتدي السيدة تبتدي تفكر أنها تزور الدكتور أو تعمل الكشف الضروري للحالات دي رقم واحد لو في حالات النزيف الغير مسبب يعني أنا من غير سبب عندي نزيف أو نزيف مصاحب للجماع بعد كل جماع أنا بيحصل لي سبوتينج أو بيحصل لي نزيف أو طنقيد دم أو أن أنا عندي إفرازات طول الوقت زيادة عن اللازم وخصوصاً كمان لو كانت لها رائحة غير طبيعية أو لون مدمة دي كلها علامات مهمة ألم أسفل الحوض مستمر تقل شديد في الظهر أو في بعض الأحوال بنلاقيها في حالات تأخر الحملة كمان ممكن نشوف من الأسباب تأخر الحملة وجود التهابات في عنق الراحم بيكون بسبب الفيروس اللي هو بتاع الـ HPV فلو السيدة عندها أي نزول دم غير طبيعي أو نزول دم بعد الجماع كلها مبتمعة يا دكتور ولا ممكن عرض أو عرضين لا عرض واحد بس حتى لو عرض واحد بس حتى لو عرض واحد بس لازم تروح للدكتور وتكشف الحقيقة سرطان عنق الراحم فيه ميزة كبيرة جداً على عكس أنه هو زي على عكس سرطانات كثيرة جداً يعني سرطان الجهاز الهضمي أنا محتاج أدخل أعمل عملية منزارة عشان أدخل جوه الجهاز الهضمي سرطان الرئة محتاج أعمل أشاعات سرطان الرحم نفسه محتاج أعمل أشاعات وحاجات عنق الراحم ده جزء ظاهر بالعين يعني أنا ممكن بالفحص العادي أقدر بالكشف كأنه زي ما الدكتور سينان بيقولك افتح بقك هبص على درسك دي مش حاجة صعبة فهو نفس القصة عنق الراحم جزء ظاهر للعين أقدر هبص عليه أثناء الفحص عن الدكتور عرضه طيب إيه الجديد في عالم الطب في التعامل مع سرطان عنق الراحم؟ الجديد إن إحنا لازم نبقى عندنا مسج واضحة جدا 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 إن إحنا نهدف إلى القضاء على المرض يعني زي ما العالم تخلص من شلل الأطفال وتخلص من أمراض كثير إحنا عندنا القضاء على مرض قاتل والقضاء عليه عبارة عن التطعيم والمسحة يعني إيه إن أنا أقدر أحمي نفسي بحاجتين بسطين جدا تطعيم الفيروس يتخذ للبنات من سن 14 سنة عبارة عن ثلاث حقن عضل أو في بعض الأنواع حقنتين عشان يقي من أكتر أربع أنواع من الفيروس الـ HPV هو اللون سلالات كتير أشهرهم أربع المسببين للسرطان لما باخد التطعيم ده عبر عن ثلاث حقن عضل البنت بتبقى عندها عظيم جدا ضد السرطان وده تطعيم ضد السرطان مش تطعيم بقى ضد الفيروس وده حاجة مهمة جدا فإحنا نشجع الناس إنها تدخل للبنات إنها تعمل التطعيم ده زمان كنا نقول مش هيحصل لها حاجة أو كده ولكن إحنا بما إن إحنا بنطعمها لحياة فيها كلها وهم ثلاث حقن عضل أعرضهم الجانبية لا تفكر مفيش حاجة زيهم زي أي شك التطعيم في الدنيا الواحد بياخده بيتعب شوية ما كان الحقنة شكت الحقنة طب بيدفع نص يوم ولا حاجة الموضوع بسيط جدا أي أعراض روحي للدكتور نعمل حاجة اسمها باب سمير مسحة يا دوبك فورشة صغيرة بنعديها على عنق الرحم وناخد الخلايا دي نبص عليها بالمايكروسكوب والتقنيات الجديدة كمان تقدر تقول لنا المادة الوراثية دي إن إيه بتاعت الفيروس موجودة في المسحة ولا لا فنقدر بشكل سهل جدا أعمل وقايا يعني عندي تو ستابس إن أنا أخد التطعيم أو إن أنا أكتشفه بدري بمجرد ما اكتشفت إن الخلايا دي موجودة بدري جدا أقدر أعالج الخلايا دي قبل ما توصل بكتير جدا لما نحط السرطان نتخيل إنه خلاص وصلت فيه سرطان وفيه ورم إزاي بيتعامل الطب معي هل بيكون فيه إزالة الورم فقط عشان بس الناس ما تخافش والناس برضو تاخد احتياطاتها يعني هل الموضوع بيقصر على إزالة أو استقصال الورم أم إنه ممكن نصل إلى إنه ممكن نشيل الرحم لقدر الله تمام الخطوة الأولانية إن أنا لو لقيت في الباب سمير المسحة بتاعتي دي الخلايا دي عشان تتحول لورم سرطاني إحنا بناخد من عشرة لخمستاشر سنة عشان يحصل للخلايا دي إنها توصل لحاجة مش كويسة في خلال العشر سنين دي العلاج بسيط جدا علاج كي بالتبريد وعلاج كي حراري وعلاج أدوية حاجات بتخلص الموضوع بدري جدا قبل ما ينتقل للمرحلة دي لأنه لو انتقل علاج سرطان عنق الرحم راديكل يعني عنيف جدا بنضطر نستقصل كل المنطقة بتاعة الرحم والعنق الرحم لو قدر الله تأخرنا في التشخيص لغاية ما يوصل للسرطان إحنا عندنا مرحلات طويلة جدا 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 اللي هي ما قبل السرطان جي عشر سنين فأنا لو عندي الأعراض وأقدر الحقها بدري جدا طبعا أما لو تأخرت إن أنا وصلت للسرطان للأسر بقيت عملية راديكة لو بقيت عملية كبيرة جدا وهو ده اللي بيقدي إلى إن أنا تأخرت في التشخيص ده اللي بيزود عدد الوفيجات من سرطان عنق الرحم لأنه العملية بتاعته كبيرة جدا عملية زي ما نقول بنستقصل أحاجات كتيرة جدا من الحوض ساعتها فيها والنتائج بتاعتها السيرفايفور رايتز ساعتها في المراحل الأولى كويسة لكن أي مرحلة تانية أو متأخرة شوية فيها الموضوع مش أحسن حيك